رواية هذه رواية عن الإمام موسى بن جعفر عن نبيه عن جده في قوله عز وجل زمرة تتوى إلى قوله إذ يخشى السدرة ما يخشى فإن النبي لما أسري به إلى ربه جل وعد قال وقف بي جبرايل عند شجرة عظيمة لم أرى مثلها على كل غصن منها وعلى كل ورقة منها ملك وعلى كل ثمرة منها ملك وقد كل لها نور من نور الله جل وعد فقال جبرايل هذه السدرة المنتهى كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ثم لا يجاوزونها وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى فاطمئن أيدك الله بالتباس حتى تستكمل كرامات الله وتطير إلى جواره اختفت للرواية ثم صعد بي حتى صرت تحت العرش فدلي لي رفرة أخضر فرفعني الرفرة بعد هناك جبرايل براق أذني بعد لا وجود لها فرفعني الرفرة بإذن الله إلى ربي فصرت عنده وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم لأنه بعد لو دنوت أنملة لا احتراقت وذهبت عني المخاوف والروعات وهدأت نفسي واستبشرت وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين هذا الإنسان من يصل إلى مقام الفناء بعد يرى الآخرين أو لا يرى الآخرين هذا إشارة إلى مقام الفناء أن ذاك المقام بعد مو مقام يمكن للإنسان أن يحتفظ بأنا ويصل إلى ذلك المقام يعني ذاك المقام مقام البقاء بعد الفناء لا مقام البقاء أو الإبقاء قبل الفناء وذهبت كأنهم ماتوا أجمعين ولم أرى عندي أحدا من خلقه فتركني ما شاء الله ثم رد علي روحي حتى واقعنا الوقوف عند هذه الأحاديث قيم مهم ولكنه يخرجنا كثير من الأحاديث يعني ماذا تركني ثم رد علي روحي يعني كان ميتا وليه كان ميتا هذا الموت الذي تقول الروايات عنه موتوا قبل أن تموتوا يعني تلك الأناء التي بها صار محدودا بعد غير موجود وهذا اللي احنا أكدنا عليه فيما تبر أن البقاء أن الحياة بعد الفناء هو بقاء بالله لا إبقاء بالله يقول ثم رد علي روحي فأفقت فكان توفيقا من ربي محل الشاهد في الرواية فكان توفيقا من ربي عز وجل أن غمضت عيني وكل بطري وغشي عني النظر فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلاغ ربنا الروايات الواضحة التي تثبت هذه الحقيقة التي نحن بقدد إثباتها إذن الآيات والروايات كما ذكرت كثيرة فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر